البريضانيون يترقبون ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات التشريعية في بلادهم التي ستنظم بعد أربعة أيام وينتظر أن تكون فيها المنافسة حادة لتقارب الحضوض بين أبرز تشكيلتين سياسيتين في البلاد المحافظون بقيادة ديفيد كاميرون رئيس الوزراء المنتهي ولايته والعماليون بزعمة ديفيد ميريباند الحضوض تبدو شديدة التقارب بين العمليين الذين حسنوا مواقعهم خلال الحملة الانتخابية وحزب كاميرون الذي نجح في تحسين العوضاع الاقتصادية لكن بكلفة اجتماعية غير مقبولة تتمثل في تعمق الفوارق بين الطبقات شبه استحالة حصول كل من الطرفين على الأغلبية المطلقة تدفعهما إلى التعاون مع التشكيلات الأصغر كحزب القوميين الأسكتلنديين بقيادة نيكولاس تارجون وحزب نيك كليغ الليبرالي الديمقراطي القضايا التي يخطب المتنافسون عبرها والدنخبين هي عموما تلك المرتبطة بالهجرة والصحة والاقتصاد